تونس سؤال المصير مرحبا بكم مشاهدين في هذه المساحة التي نواكب من خلالها استحقاق الانتخابات التشريعية في تونس المقرر إجراؤها في 17 من الشهر الحالي أقل من أسبوع يفصل التونسيين عن استحقاق انتخابات مجلس نواب الشعب وقبيل انتهاء الحملات الدعائية للانتخابات كيف يبدو المشهد في تونس وخصوصا أن الانتخابات ستجري للمرة الأولى وفق النظام الفردي وفي ظل دعوات إلى المقاطعة حالة ترقب يعيشها المواطن التونسي بانتظار يوم الاستحقاق والنتائج التي ستفرزها سندق الاقتراع فهل سيتمكن النواب الجدد من النهوض بتونس وخصوصا مواجهة تدهور الأوضاع الاقتصادية وتجنيب البلاد هزات اجتماعية أم ستكون الانتخابات البرلمانية المقبلة قطعة من رقعة الشطرانش في مشهد سياسي جديد في البلاد وبرغم دعوات أي أحزاب معارضة إلى مقاطعة الانتخابات بسبب ما يقولون أنه غياب رؤية واضحة بشأن الدور الذي يمكن أن يؤديه البرلمان الجديد يبدو أن ذلك لم يمنع فئة كبيرة من الشباب والنخب المحلية التي شعرت بالتهميش في سنوات العشر الماضية من الاهتمام بالاستحقاق الانتخابي والمشاركة فيه أنا من تونس رئيس حزب الاتحاد الشعب الجمهوري الدكتور محمد لطفي المرايحي مرحبا بكم مساء الخير لك والسادة المشاهدين أهلا بك وشكرا على قبول الدعا واسمح لنا قبل أن نفتح النقاش وإياك أن نذهب إلى هذا التقرير يفرش لنا أرضية لهذا النقاش إذن الحملات الانتخابية في تونس تدخل أسبوعها الثالثة والأخير في ظل شبه غياب للتنافس بين المرشحين سميحة البغانمي الحملات الانتخابية في أسبوعها الثالث والأخير محافظة على وطرتها الباهتة في ظل انقسام سياسي وتباين في مواقف الشارع التونسي المعارضة منها والمؤيدة لإجراء الاستحقاق الانتخابي صار انتخاب يجب إنسان يمشي ينتخب يعطي يدلي بصوته وإن شاء الله صوتي وصوت غيري وكذيما والحمد لله إن شاء الله نصله النتيجة أنا متفق للخي الانتخابات الحالية المشتجي القادمة ستنجح إن شاء الله ستنجح لأنه فهمني لم تعد انتخابات بالمقابل بقية الشعب لا علاقة بالانتخابات هذه لأنها ليس قانونية وليس جاية من الدستور ارتفاع ربما التكاليف في كل مصارات حياته هو لا يرى مستقبلا جيدا ومزهرا ولا يرى أي إيجابيات لهذه الانتخابات وسط مقاطعة سياسية لخوض غمارها تتواصل التحذيرات والاستعدادات لإجراء الانتخابات التشريعية في ذل مناخ اجتماعي واقتصادي صعب ومتأزم محطة أخيرة في خارطة طريق الرئيس التونسي سترسم صورة المشهد السياسي الجديد في البلاد فيما يتوقع مراقبنا انضمام الاتحاد العام التونسي للشغل إلى صفوف المعارضة بعد تسعيده الأخير ضد الحكومة بعد فرز نتائج الانتخابات ستفرز سلطة بمكوناتها التنفيذية والتشريعية ومعارضة بمكوناتها الموجودة الآن خاصة أنه قد يلتحق بها الاتحاد العام التونسي للشغل إذا ما تواصل خطاب التصعيد وتعيش تونس لأول مرة منذ الصورة غياب الانتخابات تماما في سبع دوائر انتخابية بسبب عدم تسجيل أي مرشح وهو ما يعني أن البرلمان الجديد سيشهد شغورا في عدد من مقاعده مع بدء العد التنازلي لمواد الانتخابات كل الأنظار تتجه إلى يوم الاقتراع وما ستفرزه الصناديق من نتائج خصوصا فيما يتعلق بنسبة المشاركة التي ستحدد نجاح هذا الاستحقاق من عدمه سميح البغاني تونس الميادين دكتور محمد لطف المراحي مرحبا بك من جديد أنتم من عرضتم مسار 25 من جوليا منذ بدايته وتعتبرون بأنه انقلاب والدستور هو الذي تم الاستفتاء عليه كما قدم بعد باستمرار لهذا المسار تعتبرونه دستور استبدادي يؤسس للدكتاتورية الآن وصلنا إلى مرحلة أخرى في هذا المسار 25 من الجوليا قبل نحو أسبوع الانتخابات التشريعية أسمع لطفا تقييمكم للمشهد حتى الآن وندخل في بعض التفاصيل الخاصة بمواقفكم شوف الموقف المتاعنا اللي صار من 25 جوليا 2021 كان موقف لأنه جاء خرق المقام بقي سعيد كان خرقا واضحا الفصل 80 من الدستور لكن هذا الموقف وقع تجاوزه وكنا ننتظر أن تسير البلاد على الأقل في مقترح ورؤية واضحة لتأسيس جديد والتأسيس هذا لم يأتي بل أن الدستور اللي أتى به قيس سعيد هو الدستور منافي للديمقراطية تماما يعني هناك شخص يستأثر بكل السلط هو المصدر لكل السلط ولا يحاسب على ما يأتيه من أفعال وهذا بنص الدستور فهو لا يحاسب لا أثناء آدائه لمهامه ولا بعد انتهاء مدته وعهدته فهذا غير مقبول هذا ليس منطقي لأن الديمقراطية تكلف شخص فالشخص يصبح مسؤول والمسؤول هو من يسأل عن أفعاله فكيف لك أن تكون على رأس الدولة أو أن تطلع بأدوار في الدولة وتقرر ثم لا تسأل ثم بعد ذلك أتى لنا بقانون انتخابي وبمجلس نواب يعني لا معنى له ولا فائدة منه يعني ما هو دور مجلس نواب لا دور له يعني هو لا يمكنه أن يراقب ولا يمكنه أن يسحب الثقة ولا يمكنه أن يكون سلطة توازي السلطة التنفيذية الموجودة ويعدل الكفة فثم طبيعة التقسيم الترابي الذي وقع اعتماده وهو الذي يحيلنا على انتخابات محلية فيخرج الانتخابات البرلمانية من مفهومها لأن البرلماني أو النائب عن الشعب سيشرع لجميع الشعب وهنا عندما تلاحظ مثل الحملات الانتخابية الجارية تلاحظ أن الخطاب هو خطاب محلي وكأنك في انتخابات بلدية فالناس الذين يترشحون لهذه المحطة لا يدركون طبيعة الدور الذي سيفطلعون به ولا يدركون ما هي طبيعة المهمة الذين هم مقبلون عليها فهناك التضارب وهناك لخبطة ثم ما معنى اعتماد انتخابات بالأغلبية في وضع سياسي لم تتكون فيه الأحزاب أصلا بعد ثورة يعني الشعب محتاج إلى تعبير لجميع الطيف فالانتخابات بالأغلبية لا تتلاءم مع طبيعة المرحلة ثم هذه الانتخابات هي تنسف وجود الأحزاب تماما مدام هناك شخص المستقل القادر على الترشح بمفرده فما الذي يدفعه إلى أن يخلط في حزب فلا يقع تفطلع الأحزاب بالدور المناط بعهدتها والمعروف في الديمقراطيات من حيث تأثير المجتمع وعوضة عن أن يصبح عنا حزاب تصبح عنا 11 مليون حزب يعني كل شخص في ذاته هو رأي ووجهة نظر وحزب بذاته فهذا غير يعني لا نؤسس هذا المصار مصار عبثي سريالي لا يؤسس لشيء هذا موقفكم المستمر وبناء على ذلك أنتم تطرحون الآن مبادرة وتدعون من خلالها من وقت انطرحتموها وتحدثتم عنها في 8 ديسمبر من العام الحالي مبادرة تحت عنوان إرحل أين وصلت هذه المبادرة؟ من انضوى فيها؟ وما الآليات التي تعملون من خلالها الوصول للعنوان الواضح؟ إرحل أي للرئيس قيس السعيد؟ يعني اليوم أصبح قيس السعيد خطرا حقيقيا على تونس يعني طبيعة الأداء على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي طبيعة نظرة هذا الشخص للمجتمع هو عنصر تقسيم وليس عنصر تجميع كما يفترض أن يكون هو شخص باث للأحقاد ومثير للذغاء عوض أن يكون مؤلفا للقلوب وهذا الشخص اليوم لا يقترح شيئا على التونسيين بل يتجنب معالجة المشاكل الحقيقية ويرحلها إلى حكومة ويتولى معارضة الحكومة جهرا في حين أنه يعمل سرا على دعم هذه الحكومة وعلى استمرارها فهناك ازدواجية في الخطاب وشعبوية وفي ظرف محلي ودولي تونس تتهددها كل المخاطر وتراجع إشعاع تونس وتراجع دور تونس وتراجع مستوى العيش في تونس والناس اليوم في حيف وذنة عيش وبتبيعة حال يحملون الديمقراطية والثورة كل هذه المآخذ ولكن هذا في الحقيقة ليس صحيح وما وصلنا إليه هو نتيجة الاختيارات المتعاقبة في المحطات الانتخابية المتوالية مع الأسف واليوم هناك مراجعة كبرى لابد أن نقوم بها جميعا نحن كنخب سياسية وكمجتمع وكشعب تونسي إلى أين نحن ذاهبون وأي دور نريده وأي مكانة نريدها لبلادنا وأي مستقبل لأبنائنا من ذلك أن اليوم الجميع جميع من التقيت في ظل هذه المبادرة هم مجمعون على أن المشكلة هو قيسعيد ولابد أن يرحل لكن هناك جملة من الضغاء أو المعارك السابقة أو التاريخ السياسي بين هذه النخب يحول دون التقائها وعملت جاهدا على ذلك ولكن البناء يتطلب وقتا ويتطلب جهدا في حين أن النصف أسهل هذه كلمة دبلوماسية دكتور مرايحي للقول أو وصف دبلوماسي للقول بأن المبادرة لم تنجح إذا لم نقل فشلت على من طرحتموها وبالتالي في مروحة من المعارضة ليست على قلبي رجلا واحد فيما تعارض هذا المسار إما من بدايته أو في خلاله فبالتالي على من طرحتموها وعلى ماذا كان الاختلاف إن صح التعبير أو الكبول هذه المبادرة ترحت على الجميع يعني نحن لم نستثني أحدا أو كان في ظننا أن لا نستثني أحدا لأننا نؤمن وأن تونس لا تبنى إلا بنا جميعا مجتمعين حول الحد الأدنى والحد الأدنى هو الوحدة الوطنية فلم نقصي إلا من أقصى نفسه وتحاورنا مع الجميع وكان هناك ترحاب يعني وإجماع على التوصيف وإجماع على الحل ولكن كما ذكرت هناك شيء في النفوس لم نقدر تخطي عملا نتحدث جبهة الخلاص مثلا جبهة الخلاص كانت متفاهمة ومتعاونة ومستعدة لعديد التنازلات ولكن في المقابل هناك أحزاب رغم إيمانها بما كنا نقترحه إلا أنها لا أريد التوصيف لكن لعل لها حسابات خاصة ضيقة نراها ضيقة ولعلها تراها مجدية لكن أعاقت إلى الآن هذا تقدم لكن يبقى الأمل قائما لأن بالتحاق المنظمات المهنية وأنا على يقين أن اتحاد الشغل وهو مظلة وطنية ومن أعمدة ماذا قال لكم لاتحاد الشغل؟ أنتم عرضتم هذه المبادرة علي ولديكم أكثر من تصريح دكتور المرايحي تطرحون هذه المبادرة وأيضا تطالبون بأن يطلع الاتحاد العام تونسي لشغل بدور بارز أقله في قيادة حوار وطني لكن حول هذه المبادرة تحديدا ماذا قال لكم الاتحاد؟ والله تسمحي لي أن أخوذ في ما قال اتحاد الشغل لأن المجال اسم الأمانات ولست مفوضا للحديث باسمه ولكن ما قاله لي اتحاد الشغل يجعلني متفائلا جدا بالقادم وأعتقد أن شهر جانفي سيكون شهرا على ما استنتجته من هذه اللقاءات المتعددة سيكون شهرا محكا وقد يؤذنوا بنهاية هذا الكبوس الذي نعيشه الآن يعني في شهر أيار المقبل مع بداية العام الجديد سنشهد تحولا بأي شكل هناك أتمنى أن يكون التحول تحولا سلميا كما تعودت تونس على ذلك فيه الرقي في التعبير وأعتقد أن كل شيء جاهز الآن هناك غضب شعبي متنامي هناك توقف الناس أو وقف الناس على حقيقة هذا الرجل المدعي وعلى الخزعبلات وهذا الكلام الذي بيعى للتونسيين على أنه حقائق وانتهى يعني حبل الافتراء انتهى وحلت ساعة الحقيقة وساعة الحقيقة تقول الآن أن هذا الرجل عاجز على إدارة الدولة عاجز على طرح حل المشاكل أبسط المشاكل لم يحل أي مشكل بل هو عنصر للتفرقة وعنصر للضغاء ولابد أن يرحل بشكل سلمي وبجميع الطرق السلمية المتاحة والمشروعة وأعتقد أن هناك إجماع من النخب وبالطلاع الاتحاد الشغل ونحن دعوناه وندعوه إلى أن يدعوه بدوره إلى هذا الحوار الذي سبق أن كان مبادرا به فهذا الحوار سنلبيه وسنجتمع حول اتحاد الشغل وأعتقد أن الالتقاع حول اتحاد الشغل سيجعل الجميع يتركوا وراءهم ضغائنهم ومأخذهم بعضهم عن بعض ويلتفتون إلى الحل ويلتقون حول حكومة إنقاذ وطني تحل محل هذه الحكومة ثم يفتحون الباب على مسر قبل الحديث عن حكومة إنقاذ أو النفاذ إلى عمليا ما تشير إليه بخارط الطريق تعدون إليها لكن أنتم تختارون البداية العام كذكرى للثورة وتخططون أو تعملون ولا أدري إذا كان في إمكان أن نفهم خارط القواء والأحزاب التي تعمل وحتى المنظمات لأن يكون هناك تحركات في الشارع المنطلق أكيد يعني هناك قيس سعيد قد ألغى ما كانت له من شرعية انتخابية يوم 25 جولي 2021 ألغاها باعتماده على ما سماه الشرعية الشعبية واعتمادا على خروج الناس إلى الشارع لتأييده والحقيقة كان هناك كانت هناك هبة شعبية لتأييده وكان استبشارا بالحركة التي أتاها رغم إيمان الجميع بأن هناك انقلابا على الدستور ولكن في مخيلة الناس بعد الضجر وبعد خيبة الأمل من سنوات ما بعد الثورة كانوا ينتظرون أن تكون هناك نقلة نوعية في حياتهم ولكن بعد كل هذه المدة يعني بعد سنة ونصف تبين الجميع أن لا خير يرجى من هذا الرجل وأنه غير قادر على المسك بالدولة والذكر الجامفي القادم هو ليس في رمزيته ولكن لأن الأسباب جميعا قد تهيئت الآن لأن يصبح رحيل قيس سعيد متاحا هناك عزوف شعبي وسننلحظه في الانتخابات القادمة ونحن نلمسه يوميا من الناس يعني هناك خيبة أمل كبرى لكن ما يمع هناك عدم المشاركة أو العزوف المتوقع برأيكم بأنه سيكون عنوان على الرفض بالتالي للناس للمسار 25 جوليا وعليه تعاولون على أن الدعوات هذه المرة بالنسبة للمعارضة لأنه سمعنا دعوات متتالية من قوى معارضة لم تستطع أن تحشد بشكل كبير في الشارع فهذه المرة بناء على هذا المسار حيث وصل سيكون هناك كلام في الشارع يمكن البناء عليه للذهاب حيث تريدون في خارط الطريق لكن كيف ستستطيعون فعلا الإطاحة بالمعنى العملي عزوف الناس على الانتخابات وتراجع شعبية قيس سعيد لأن هناك صبر أراء غير متداول لكن غير منشور يشير إلى أن نسبة الرضاة هي 20% الآن قيس سعيد هي أدنى نسبة ممكن أن تحصل لرئيس في السلطة فاليوم هناك يعني من يعيش في تونس وسط الناس ويتحاور مع الناس يعرف أنه لم يبقى لقيس سعيد شعبية وتلاشت كل هذه شعبية ولكن الموضوع هو كيف تحول هذا الغضب أو حالة عدم الرضا إلى تعبير شعبية وهنا لابد أن تكون أمام الناس يعني يكون هناك بديل وهذا البديل لا يمكن أن يخلقه إلا حوار وطني لذلك وهذا ما أرجوه أن يدعو اتحاد الشعب اتحاد الشغل في مستهل السنة القادمة الجميع إلى طاولة الحوار وعندها سيقع خلق البديل وخارطة الطريقة التي تطمن الناس على القادم وعندها سيتحرك الناس وسلبي النداء سوف أفصل في موضوع الغضب وعدم شعبية الرئيس قيسي سعيد لكن لأننا نتحدث عن اتحاد العام التنسي للشغل الاتحاد العام التنسي يقول أننا لسنا بمعركة سياسية وإنما بمعركة اجتماعية ولا نريد أن نكون حطبة في معركة أي أحد والعلاقة بين الاتحاد والرئيس قيسي سعيد شهدت شدا وجذبا يعني فتورا وأيضا التقاء في مكان ما والآن في بعض التفاصيل المرتبطة ببعض الاتفاقيات من ضمنها موضوع صندوق النقد القرد وأخرى العلاقة بالإصلاحات الاقتصادية حدث خلاف وسمعنا أيضا كلاما على السقف لكن في هذه الزاوية الاقتصادية الاجتماعية عمليا الاتحاد العام التنسي للشغل هل يمكن أن يذهب في الخيارات السياسية التي تتحدثون عنها أنت قلت الحديث يعني المجالس بالأمانات لكن عمليا ممكن الذهاب بهكذا اتجاه الموضوع لم يعد موضوعا سياسيا نحن لا ندعو اتحاد شغل أن يكون له دورا سياسيا بالمعنى السياسوي التقليدي القديم الموضوع الآن هو موضوع إنقاذ وطن يعني هناك وطن يتعرض إلى مخاطر حقيقية ولذلك ندعو الاتحاد شغل كما ندعو جميع المكونات أي أن كانت حزبية أو من المجتمع المدني إلى التحرك لأن الموضوع وطن سائر يعني يشهد وضع اقتصادي واجتماعي غير مسبوق هناك انسداد أفق يعني مطبق على الجميع كان على الشباب في أسباح اليوم يتهدد الجميع يتهدد المؤسسات يتهدد أصحاب المهنة الصغرى يتهدد الجميع فهذا الوضع لا يمكن السكوت عنه ولا يمكن اعتباره أو الردة الفعل حياله ردة فعلا سياسية وانما هي ردة فعلا وطنية من ذلك الدعوة إلى اتحاد شغل كغيره من المنظمات إلى التحرك واعتقد أن الجميع لابد أن يكون واعي بهذا الرهان المطروح الآن أمام تونسيين من من المنظمات تتحدثون عنه حقوق الإنسان الصحفيين المحامين من أيضا من المنظمات التي يمكن أن نقول بأنها ذات وزن رابط حقوق الإنسان معكم في المبادرة المحامين حتى المحامين لابد أن ينخرطوا لكن قدمتم لهم المبادرة قبلوها أم لا هناك ائتلاف يضم 47 جمعية من بينها الجمعيات التي ذكرتي ومن بينها جمعية نساء ديمقراطيات اللواتي التقينا بهن بهن وهذه الجمعيات لها تنسيقية سنلتقي بها في مستهل الأسبوع القادم تكملت أننا ماضون في هذه المبادرة حتى يكتمل المصار وفي تقريب وجهات النظر بين الجميع رغم الاختلافات الموجودة وهي اختلافات ليست على الجوهر وأنا ما هي على الشكل ولازلت متفائلا أننا قادرون على تخطي كل هذه المصعب ويقال عنك دكتور المراحبة أنك صوت العقل هكذا من يتابعك وأنت من الذين دخلوا عالم السياسة أنصح التعبير بعد الثورة في تونس وجئت من عالم الثقافة والطب والكتابة ولديك منشورات عديدة هذه نربطها في سياق حيث وصلنا بمعنى مسارك السياسي تفترق في مكان مع بعض القوى السياسية والأحزاب لتستيامة التي حكمت البلاد ما بعد الثورة عنوان أساسي حركة النهضة عندما تقولون بأن جبهة الخلاص هي من المدعوين وأيضا الذين قبلوا في هذه المبادرة ولا تستثنوا أحد ولا تقصوا أحد إلا من أقصى نفسه وأنا أقتبس مما قلت في هذه المساحة حتى مع حركة النهضة يعني عندما تحدث عن غضب شعبي اليوم هو نتاج العشر سنوات وواقع اقتصادي الآن على مستوى دولي تشارك فيه يعني قوى حكمت البلاد كيف يمكن دكتور المرايحي أن تلتقوا مع حركة النهضة فيما تعتبرونه الواقع الكارث الذي وصلت إليه البلاد وهم يقدمون على أنهم يتحملون مسؤولية كبرى في ذلك وماذا لو أجبتك سيدتي أننا كنا كذلك مستعدون للتعاطي مع التجمعيين الذين أصبحوا اليوم في حزب الحر الدستوري وكنا غير كنا مستعدين للقبول بهم ولم نقصيهم إلا أنهم رفضوا أن يكونوا جزءا في هذه المبادرة وهم كذلك مسؤولون على ما حدث حصل قبل الثورة ومن نهب لتونس في ظل حكم الترابلسية وحكم بن علي ومع ذلك نحن نقبل بالجميع نحن نؤمن بمبدأ أرساه لحبيب بورجيبة في هذا الوطن وكلمة كان دائما ينادي بها وهي الوحدة الوطنية فيمكن أن نختلفها في التقييم ويمكن أن نحمل أطرافا ما مسؤوليتها محدثة في الإدارة ونقصيهم بالانتخاب عندما بالأهليات الديمقراطية ولكن لا يمكن لأي أحد كان أن ينصب نفسه طرفا في النزاع وحكما فيه فلا يمكن لي أنا كلاعب سياسي اليوم أن أقول أن حركة النهضة لما كان لها أو أن التجمعين لما كان لهم أو أن اليسار لما كان لهم لكن هذا كلام طباوي عفوا سامحني دكتور المراحي إذا كان هناك من أخطأ في حق تونس موضوع آخر أو عليه مسؤولات يجب أن يحاسب وليس إذا كان هناك في مشكلة بالقراءة السياسية يعني كيف يستوي أن نقول بأن البلاد وصلت إلى ما وصلت إليه من خلال بعض القوى التي الآن تصطف في المعارضة لأنها تختلف ليس في المشروع السياسي مع رئيس قيس السعيد وأن في المصلحة السياسية على ما يقدم ومن بينها يعني قوى سياسية حكمت البلاد عنوان واحد منها نداء تونس حركة النهضة وحتى مؤخرا قلب تونس والآن يمكن أن يكونوا في هذا المسار كيف يمكن أن تقنعوا الناس بأن ذلك يعتبر في صالحهم أنتم لديكم كثير من المواقف التي تحملون هذه القوى بعض المسؤولية خصوصا ما بعد الثورة اعتبرتم بأنه تم إفساد الحياة السياسية بعدها طبعا نحن نحمل حركة النهضة مسؤولية إجهاض الثورة تماما يعني نحن هنا ما أخذنا كبرى على حركة النهضة كما ما أخذنا كبرى على الناس الذين كانوا يهللون لبن علي عندما كان الترابلسي يستبيحون البلاد فما أخذنا على هؤلاء جميعا ولكن الموضوع الآن الناس تنظر إلى قادة حركة النهضة ونحن ننظر إلى الناس الذين يتعاطفون مع حركة النهضة والذين هم تونسيون ولهم حق في التعبير عن أنفسهم في التواجد وننظر إلى من يعتبرون أنفسهم دستوريين ولهم الحق في التواجد كذلك كيف لنا أن نقص طرفا من التونسيين فإذا كان بدأنا اليوم نقص حركة النهضة ثم بعد نقص التجمعين أو دستوريين على مسؤوليتهم فيما قبل الثورة ثم بعد ذلك قد نقص اليسار على مآخذ أخرى وثم نقص القوميين على مآخذ ثانيا نفتعدها فأصبحنا في حكم تصور ومقاربة فاشية البلد للجميع من عليه مآخذ أو أذنب قضائيا فالقضاء يتولاه من أذنب في ممارسة السلطة في حدود المسؤولية السياسية فهناك ناخب واعي يعاقبه على ما أتاه من أفعال أما أن يأتي طرف من داخل المعترك السياسي وينصب نفسه حكما على ذلك وفي تقديره واعتمادا على تقديره فهو يقصي لا أنا أنا أنافس حركة النهضة وأنافس الدستوري الحر وأنافس القوميين وأنافس الآخرين بماذا؟ بأفكاري ومشاريعي وما أترحه وأترك الحكم للشعب التونسي فإذا كان الشعب التونسي على مستوى من الفهم والوعي والاستنتاج النتائج واستخلاص العبر من السابق فهو سيعبر عن ذلك عند الانتخاب في العملية الديمقراطية هذا هو المبدأ الذي لابد أن نؤمن به جميعا فلا يمكن أن نكون في محطات ديمقراطيين وفي محطات أخرى فاشيين هذا لا يلتقي لكن الآن نتحدث عن مسار ديمقراطية بمعنى الاحتكام لصوت الشارع أو الشعب التونسي ديمقراطية الصندوق الآن هي من أوصل الرئيس قلس السعيد وكذا بالنسبة لاستفتاء ما الذي يمنع أن تنخرطوا في المسار حتى وإن كان نظام القانون الانتخاب الجديد فردي لكن بإمكان القوى والأحزاب السياسية أن تنخرطوا بهذه الانتخابات وليقرر الشعب التونسي من يريد ومن لا يريد يعني الانخراط في مسرحية كهذه شاركتم أنتم بالاستفتاء لم تشاركوا في الاستفتاء وقلتوا لا للدستور دعونا للتصويت بلا للدستور لم نقاطع ولكن دعونا بالتصويت لا وكان أملنا أن يخرج التونسيين ليقولوا لا لا أن يتم ذلك العزوف الكبير الذي حصل والآن يقع انتخاب ناس طيب لماذا لأي مهمة لأي دور يعني ليكون جزءا من هذا الدكور يعني هذا الرئيس ماسك بكل شيء عليكم أن تقرأوا الدستور ستلاحظون أن هذا له صلاحيات فرعونية صلاحيات لا توجد في جمهورية لا تستوي مع مفهوم الجمهورية مع حكم الجمهورية حكم الشعب بالشعب للشعب عندما لك شخص هو مصدر كل شيء مصدر كل قرار ولا يحاسب على قراره وليس لك أي آلية دستورية يمكن لها أن تتصدى له أو تمنعه أو تحاسبه فهذا تسمى ديمقراطية هذه هذا نظام جمهوري نحن نسنا في ظل نظام جمهوري ولا في ظل ديمقراطية خرجنا منهما يوم 25 جوليا 2021 هذا لابد أن نعيه نحن في منزلق خطير جدا لابد أن نعيه الأباجديات غير موجودة غير متوفرة فالموضوع ليس فقط أن نذهب والله هناك انتخابات مصرحية الديمقراطية ليست صندوق انتخابي هناك عديد من الديمقراطية اللاليبرالية كما توصف وتعرف في علم السياسة اللاليبرالية التي فيها انتخابات ولكن الديمقراطية ليست فقط الانتخابات الديمقراطية هي ما يسبق الانتخابات وما يلي الانتخابات من ممارسات سنقبل في هذا النقاش وخصوصا بالنسبة للمآلات التي يمكن أن نراها وإياك دكتور محمد لطف المرايحي ولكن أطلب منك لطفا أن تبقى معنا وكذا مشاهدين فاصل قصير ونواصل تونس سؤال المصير تونس سؤال المصير مرحبا بكم من جديد مشاهدينا وحييكم من جديد دكتور محمد لطف المرايحي رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري ضيفنا من العاصمة تونس وصلنا وإياك في النقاش حيث كنت تتحدث عن رؤيتكم ومفهومكم للديمقراطية خصوصا ما بعد الثورة في تونس وفي المحطة الأخيرة في المسار الذي بدأ في الخامس والعشرين من الجويلية في العام الماضي للرئيس قيس سعيد ولكن نتحدث عن حقيقة التمثيل الشعبي على الأرض ونأخذ مثالا أنتم حزبكم الاتحاد الشعبي الجمهوري هذا الحزب موجود ما بعد الثورة هذه السنوات التي جاءت لم تستطيعوا بالنسبة للأرقام والانتخابات أن تحظوا بشعبية واسعة بالنسبة للناس وهذا ينسحب على بعض القوى اليوم التي تقدم بشكل أو بآخر على أنها تحاول الاستثمار في غضب الناس في مواجهة مشروع رئيس قيس سعيد على حساب مصلحتها السياسية لكن بالنسبة لكم ما حضوركم على المستوى الشعبي وكيف يمكن أن نفهم أن لا نرى هذه الشعبية الواسعة علما بأنكم من الأحزاب التي يشهد لها بأنها لم تدخل في دوامة المال السياسي وما إلى ذلك من الأمور التي طالت الأحزاب بعد الثورة أو بعض الأحزاب هو الإجابة على سؤال متاعك لابد أن نتجاوز موضوع الاتحاد الشعب الجمهوري وننظر عموما إلى المشهد السياسي بعد الثورة تكون ما يزيد عن 220 حزب وجميع أو الغالبية القصوى من هذه الأحزاب اندثرت لم تفرز الثورة حزبا سياسيا واحدا أو تكاد يعني عداء الاتحاد الشعب الجمهوري وأفاق تونس ليس هناك حزب خرج من رحم الثورة هذا سؤال لابد أن يتبادر إلى ذهننا لماذا هذه الثورة لم تستطع أن تنتج أحزابا قابلة للاستمرار والعيش والجواب عندي بسيط لأن الانتخابات كانت تسمح للمستقلين بالترشح فعندما كانت الناس التي تريد أن تمارس الحياة السياسية قادرة على الترشح بمنأة عن الأحزاب فلماذا ستقبل على الأحزاب وهذا أضعف الأحزاب كثيرا ثم كان هناك مالا سياسيا وكانت هناك قواعد اللعبة مختلة إعلاميا وسياسيا حالت دون أن تستمر الأحزاب فوجود الاتحاد الشعب الجمهوري في حد ذاته معجزة فهو قلت لكي من الحزبين الوحيدين الذين قد رعى على الاستمرار أو نشأ أمن رحمه لكن لماذا على المستوى الشعبي ليس له هذه المساحة الواسعة ليس له هذه المساحة الواسعة لأنه ليس هو حضورا إعلاميا كافيا وليس له لوبيات تدعمه ولكن في الانتخابات الرئاسية مثلا خرجت وأنا مغمور فإذا بفل على 26 مترشح كنت سبع المترشحين بل أن كانت هناك ديناميكية كانت ممكن أن ترفعني إلى الدور الثاني لو لن تتدخل لوبيات وصفحات مأجورة وما إلى ذلك للحلولة دون ذلك بالإشاعات فلابد من فهم ما هو الطبيعة المشهد السياسي لماذا لم يتأسس مشهد سياسي في تونس فالعيب ليس عيب النخب التي مثلنا الغير مدعومة ماليا وأعلميا ولوبيات والتي لا تنتمي لأن لابد أن يفهم المشاهد التونسي المحلي والعربي أن ما يحكم تونس إلى الآن إلى يوم الناس هذا هو الصراع كان قائما ما قبل الثورة بين التجمع وبين الإسلاميين هذا الصراع كانت نتيجاته قبل الثورة هو متردت الإسلاميين بعد الثورة انقلب الوضع وأصبح الإسلاميون في الحكم وأصبح التجمعيون خارج السلطة ثم صارت بعد انتخابات 2014 أن رجع تدريجيا التجمعيون واليوم هناك لوبيات وهناك تشابك مصالح وهناك تشابك أعلام ومال يغدقوا فينفخ في حزاب معينة على حساب مجموعات أخرى ليست مسنودة وليست طرفا في هذا الصراع لا يحسب للرئيس قيسي سعيد اليوم إلى أنه فتح ملفات الفساد والمال السياسي واليوم حتى في هذه الانتخابات في عملية قوننا حتى للمترشحين في دعاياتهم الانتخابية وفي حضورهم على وسائل الإعلام فيما كانت الاتهامات وأنتم كنتم ممن أطلق مواقف بعملية كيف تتم إدارة الظهور والترويج لبعض المرشحين نتحدث عن الانتخابات السابقة حتى تلك التي أفضت لأن يصل الرئيس قيسي سعيد والانتخابات التشريعية السابقة ألا يحسب للرئيس قيسي سعيد ذلك؟ مع الأسف أملنا كان كبيرا في قيسي سعيد أملنا كان كبيرا أن يتناقل هذا النفس الثوري الذي كنا نتقاسمه معه وتحويله إلى واقع معيش يعني إلى إعادة سياغة قانون الأحزاب إعادة سياغة قانون الإعلام إلى وضع إطار وضوابط للممارسة السياسية هذا الكل لم يأتي به لأن الرجل ليست له رؤية يعني هو سهل جدا أن تعمل معاول الهدم يعني جميع المؤسسات الموجودة الدستورية تعوذها أو تزيحها هذا سهل لكن ما يغيب عن قيسي سعيد والذي أعقه هذا المأخذ على قيسي سعيد هو ليس موضوع شخصي ومؤاخذات شخصية أبدا وأن ما هو أن الرجل يعني خاوي الوطاب من أي فكر وأي تصور هناك جعجعة لكن ليس هناك يعني وراء ذلك فكر وتصور وخطة عمل ومقاربة أبدا لذلك لم يتحقق شيئا فعندما إنسان يقبل على كبيرة من الكبائة وهي انقلاب لكن دكتور المراحل على دستور في الدورة الثانية لانتخابات الرئاسية أنتم دعمتم التصويت للرئيس قيسي سعيد في الدورة الثانية عندما وصلنا في مرحلة الانتخابات إلى مرشحين رئيس قيسي سعيد كان من بينهما أنتم دعوتم ولا أدري إذا صوتتم أيضا للرئيس قيسي سعيد في حينها الرجل كان واضحا في 2013 قال هذه الطبقة السياسية بأحزابها فشلت في سنة الاغتيالات وأنه يفترض لكل هذه الخارطة السياسية أن تزاح على جنب واضح كان مشروعه وبالتالي أنتم دعمتم الوصول الرجل بما يحمله من أفكار إلى سدة الرئاسة وبالتالي أكمل بمشروعه كان واضحا صادقا فيما طرح أنا دعوت في الدور الثاني إلى التصويت له لكن قلت سوى طلو أنا لا أزكيه دعوت للتصويت له لكن قلت لا أزكيه لا أزكيه لأني أجهل مشروعه لأنه لم يتحدث وكان كنا أمام أمرين وكنا أمام شخصية ثانية لا يمكن التصويت لها أبدا لي عليها مآخذ كبرى فتحول دوني ودون تصويت لها وقيس سعيد قدم المشكلة مع قيس سعيد أنه ليس له مشروع ما تعتقدين سيدتي أنه مشروع ليس هناك فكر يعني المشروع قد تختلفين معه أو تتفقين معه لكن ترين خطوطه وملامحه ليس له مشروع هو مشروعه إلى اليوم هو إرساء حكم فردي وانتهى يعني قيس سعيد لن يدوم مدى الحياة كلنا إلى الزوال من سيأتي بعد قيس سعيد بهذا الدستور سيكون له صلاحيات أكثر من فرعون يعني لم يؤسس قيس سعيد لشيء هل أسس لضوابط سياسية هل أسس لمسار سياسي هل أسس غدا سيكون لنا برلمان هل هذا البرلمان سيكون برلمانا حقيقيا معبرا عن إرادة الشعب وله القدرة حقيقة على إيصال مشاريع وقدرة على المبادرة لن يكون قادرا حتى على طرح مشاريع قوانين هذا البرلمان بشكله وبصورته الحالية فهذا ينم عن أن هذا الشخص محدود الفكر محدود التصور وهذا يؤسفني أن أتحدث على رئيس جمهورية بهذا الشكل ولكن هذا واقع وحتى لما أتحدث عنه فخروجه في المحافل الدولية ينبئ بذلك فكل من يستمع له يدرك ما في جرى بهذا الرجل إذا أردنا أن نتحدث بما أنك رسمت أو ضربت موعدا أو أوحيت بأن الأول شهر من العام المقبل قد يكون هناك تحول ما هو المسار الذي ترسمونه وتعتقدون أنكم بإمكانكم الوصول بالبلاد أقل إلى استقرار سياسي وبالتالي يكون البناء فيما بعده على موضوع أو بالتوازي موضوع الاستقرار الاقتصادي الخارطة في بنودها في نقاطها هل لك أن تعددها لنا بإقاع سريع لو سمحت أولا أن يجتمع هذا الطيف السياسي والاجتماعي والمجتمعي حول طرف يدير هذا الحوار وأعتقد أن الاتحاد شغل مؤهل لذلك تاريخيا وواقعيا ثم سريعا أن يتفق هذا الطيف على حكومة إنقاذ وطني تحل محل هذه الحكومة الموجودة الآن ثم أن تفتح الباب الخروج لقيس سعيد باب الخروج قد يكون سالما بانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها يكون يأمر بها قيس سعيد أو يدعو قيس سعيد إلى انعقادها وقد يكون غير سالم إذا ما تعنت قيس سعيد فنمر إلى انتخابات الرئاسية في كنف الهيئة التي وقع حلها بتركيبتها السابقة يعني الهيئة الدستورية السابقة التي هي الانتخابات ثم بعدها يأتي رئيس جمهورية يشكل حكومة تشرف على الانتخابات التشريعية وبعدها يتولى البرلمان القادم مراجعة الدستور 2014 بحيث تقع ملاءمته مع الواقع حسب عديد المقترحات التي ترحت منها المقترح مع تونس لسياسة الدولية والذي تبناه اتحاد الشغل أو غيره من المقترحات ونمضي مباشرة إلى ما هو الأهم والسبب الرئيسي فيما وصلنا إليه والمسكوت عنه وهو الأزمة الاقتصادية التي لم يتمكن كل من مسك بزمام السلطة منذ الثورة إلى الآن في معالجته وأعتقد أن علام حك الخيارات الاقتصادية والطرحات الاقتصادية والبرامج الاقتصادية سيقع تحديد المشهد السياسي القادم والشخصية المؤهلة حقيقة ما الضمان إلى أن هذا المسار سيسير بما رسمت بمعنى هنا قوى سياسية كانت حكمت البلاد وفي دولة عميقة بين قوسين يعني كما يقدم بعض القوى التي حكمت تستطيع النفاذ إليها أن نعود إلى ما كنا عليه ما قبل يعني الخامس والعشرين من جوليا ما الضمان أن لا يكون للخارج كلمة ولا أدري كيف تقيمون فعلا إن كان هناك تدخل خارجي أم لا أو تأثير حتى خارجي في المسار حيث وصل في تونس يجب أن نكونوا واقعيين هناك تدخل خارجي أزلي في تونس يعني لم ينقطع طبعا يتوارى أحيانا ويتقلز دوره في فترات ثم يعود في فترات أخرى من من هذا معروف يعني هناك أطراف أقليمية تلعب أدوار كبرى يعني منها الجزائر منها فرنسا منها إيطاليا الاتحاد الأوروبي وتركيا وهناك الولايات المتحدة التي لا يغيب دورها هذه الأطراف الهامة والنافذة والفاعلة أساسا وبطبيعة الحال بعض بلدان الخليج طبعا لها مصالح مختلفة هذا الكل ندركه وأعتقد أن لذلك أنا من دعاة الوحدة الوطنية لأن للتصدي لهذا التدخل الخارجي لابد من وحدة وطنية صماء من التقاء الجميع حول الأساسيات يعني يمكن أن نختلف أنا أدعوهم ودعوتهم في مبادرة الحوار قلت لهم اختلافاتكم السابقة حقكم واختلافاتكم القادمة حقكم لكن الاتفاق هو على الحد الأدنى الحد الأدنى هو أنقاذ الوطن وأعتقد أن اليوم هذه الأطراف الخارجية همها هي الحفاظ على مصالحها ومصالحها هي في استقرار الوضع يعني في استقرار الوضع في تونس لذلك تراها بين الفينة والأخرى تمد السلطة القائمة بجرعات تمنعها من الغرق أو من العطش لكن لا تغني من جوع هذه الجرعات وعندما ستلاحظ أن هناك خريطة طريق واقعية ولها مقبولية جماهيرية فلا أتصور أنها ستقف هل تتحمل تونس أو لديها رفاهية الوقت في واقع اقتصادي صعب جدا تونس اقتصادها يتعثر وكذا بالنسبة للاقتصاد العالمي وفي تداعيات مباشرة على كل الاقتصادات الرخوة لكن هل يملك الشعب التونسي القدرة على التحمل أو في رفاهية وقت بظل هذا الواقع الاقتصادي ما الأفضل عندما تسير في الطريق الخطأ أن تصطدم بالحقت أما أن تتوقف قبل الاستدام بالحقت نحن ذاهبون إلى الحقت ذاهبون إلى حالة إفلاس تام فقبل هذه الحالة الإفلاس تام والسيناريو اللبناني وغيره من السيناريوات التي رأيناها في بلدان أخرى أليس من الأجدر اليوم أن نكلف أنفسنا عناء الوقوف لحظة ومراجعة الطريق لأننا نسائلون في الطريق الخطأ هذا الرئيس أمام المشكلة الأساسية في تونس هو المشكلة الاقتصادي الجميع يجمع على ذلك بماذا تقدم الرئيس من طرحات من مبادرات من رؤاء من تصورات لمقاربة هذا الموضوع الاقتصادي اليوم يتحدثوا على صلح جزائي يتحدثوا على مصالحة الفاسدين ومن نهبوا أموال الشعب وبالتالي استرجاع أموال هذا الصلح الجزائي لا يقتصر أنه صلح مع من وصفتهم بناهبي أو في تهم لهم ومحاكمة لكن أيضا يتحدث عن عدد كبير من الأموال التي ستسترجعها الخزينة التونسية منهم لا يمكن أن تكون مقاربة لشخص يفهم في الاقتصاد أن تكون له مقاربة بهذا الشكل يعني أنت ستريد استرجاع أموال تونسية فبقطع نظر على الذنب والجانب الأخلاقي وجانب العدالة ندعه جانبا هذا الموضوع نتحدث عن الموضوع الاقتصادي البحث أنت تحتاج إلى أموال لأن هناك مشاريع لابد أن تضخها وإذا الأموال هي بدينار تونسي فأنك تسترجعها من هؤلاء حتى أقروا بذنبهم ومستعدون للمصالحة ماذا سيفعلون؟ سيذهبون إلى البنوك ويقترضون هذه الأموال هل هم السيولة التمة؟ فهناك تباعة صناعة عملة فما دمت أنت في السلطة وما احتاج إلى هذه المشاريع وتعتقد أن هذه المشاريع ستكون ناتجة ومنتجة فصناعة العملة بيدك وصنع العملة وستنتج هذه الخيرات وهذا النمو الاقتصادي يعني موضوع عندما تكون مقاربة لشخص بهذا الشكل فلا يفهم في الاقتصاد لا يفهم أساسا في الاقتصاد في التصور كعامة الناس أن هناك تجميع لأموال هذه الأموال تصنعها الدولة تطبعها الدولة وهذا أيضا فيه محضورات إعادة الطبع أو كمية الطبع لكن حتى نختم وإياك دكتور فيه مسار الذي تطرحونه يمكن أن نراك من جديد مرشحا لانتخابات الرئاسية يعني اليوم الوضع الضبابي ووضع مجهول وتعرفين في الحياة السياسية يوم هو ظهر يحدث فيك عديد الأشياء فأنا موجود للعب دوري كرجل سياسي في البلاد فوجودي ليس مقترن فقط بالانتخابات أنا فاعل أو أحاول أن أكون فاعلا في الحياة العامة وهذا عمل يومي الانتخابات ليست سوى محطة عندما يأتي حينها سأقرر إن كان لي حقيقة ما أضيف في هذه المحطة أم لا دكتور محمد لطفل مرايحي شكرا جزيلا لك رئيس حزب الاتحاد الشعب الجمهوري ضيف لك أنت معنا من العاصمة تونس وشكرا لكم مشاهدين أينما كنتم تونس سؤال المصير الموعد يتجدد غدا في ذات التوقيت إلى اللقاء